تقنيات حديثة ومتطورة في مجال الطب والعلاج باتت متوفرة بكثرة هنا بالمركز الاستشفائي المتخصص في مكافحة السرطان مركز مكافحة السرطان يستقبل تقريبا تسعة وثلاثين ولاية الذين يأتي هنا للسنتر لتدوي بالعلاج الكيميائي والشيميوترابي والراديوترابي وإمام لاشيروشي نحن نطلب من المواطنين بصفة عامة خاصة الكشف المبكر السرطان هذا المركز الواقع في ولاية باتنا يعد الأكبر على مستوى القطر الوطني والذي يستقبل مرضى تسع وثلاثين ولاية يأتون خصيصا للعلاج الكيميائي بعثوني هنا دزولي قالوا لي عشره ولا خمس طاز دزولي ما تطوليش اسمانه عشر أيام دزولي ما اللي جيت هنا نكوي ندير في الكي ونكوي وعاطيني الدواء ومقيومة لبس عليهم عندهم خاصة قاعدة ثانية في رحمة ربي يوم عشرين يوم وننعلم ونستكثروا خير هم راني يصواني عدي واحد انتعال عدسة لقياه هالي في المعدة راني فيها ومزلوا ثلاثة أيام مروح مرض السرطان من بين الأمراض المتفشية بقوة في الجزائر فعلى السلطات المعنية إنشاء مراكز أخرى والتي قد تساعد في تقليص نسبة هذا المرض الخبيث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر